السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا مش عقول بقى ولا فيديو ولا اردر انا جاي لكم ووش ومكسوفة منكم قوي بس احنا النهاردة عاملين اكلة ايه بسيطة خالص وايه سهلة كده عملتها في نص ساعة طب عملت الاكلة بسيطة ليه كده عايز اقول لكم النهاردة كان يوم صعب جدا بدخل الشتوري بطلع السيفي اصعب يوم عندي في كل سنة سواء بقى في الموسم اللي انا بغير فيش الهدوم يعني فاهميني عايز اقول لكم كنت قاعدة في جبل هدومي يعني فاهميني وطبعا ما عملتش اكل ما عملتش اردرات وعمل لما طلعت الشونات ودخلت الهدوم وبدأت ادخل المطبخ الساعة ستة ولادي اصلا قالوا لي احنا خلاص هنموت من الجوع من كتر مانا ايه قاعدة ونسيت الغداء فالمهم بعد عبست في الفريزر كده وتعالوا قلوكم عملتلهم ايه عملت حاجة بسيطة كده بس قبل ما نبدأ الفيديو قبل اي حاجة يلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله اول حاجة بقى زي ما انتوا شايفين كده حطيت حلة كده حلوة فيها مية عشان تغلي علشان نسلق فيها مكارونا تمام؟ وجبت حلتين كده زي ما انتوا شايفين حطيت في كل حلة معلقة سمنة وكان عندي اربع بصلة وتحطيتهم في الكبة زي ما انتوا شايفين كده وحطيت فيها حلة يعني الكمية الاكبر من البصل اللي هي الحلة الجرانيت والحلة اللي استلس حطيت فيها ايه يعني معلقة بس من البصل المفروم تمام؟ او بصلة صغيرة تمام؟ بعد كده بقى قمت جبت فصين توم قطعتهم كده حلق زي ما انتوا شايفين عايز اقولكم التوم المفروم اللي انا كنت شايله خلاص اكتر حاجة مزع عليني ان شاء الله بقى اجيب حبة طبعا هو نشف دلوقتي بس ابقى اجيب حتى ايه واعملوا برطمان صغير ببرطمان بيزاهل جامد جدا المهم لقيت بقى عندي في التلاجة زي ما قلت لكم في الفريزر حوالي ربع كيلو من الصدق وحوالي ايه ربع كيلو من اللحمة المفرومة هعمل فيهم ايه مش هينفع عملوا كل حاجة لوحدها المهم امت جايب ربع كيلو الصدق ده بعد لما البصل اخد لون كده مع فصين الطوم قمت ما قطعوه مكعبات يعني قطعته صغير كده زي ما انتم شايفين ونزلت بي ايه على البصل والايه والطوم وحاسيبه بقى الغاية لما يتشوح او يعني ايه ياخد صدمة كده ويتشوح كويس قوي مع البصل والطوم في الحالة التانية بقى بعد ما المية غلت قمت نزل عليها بشوية من الملحم وحطيت ونزلت ايه بكيس من المكارونة عاسيبها بقى تستوي بس اهم حاجة ما تسويش المكارونة قوي تمام عشان ما تعجنش منك اما بقى في الحالة اللي هناك كده بعد لما البصل اخد كمية البصل معي يعني احمار كده او دبل قمت نزل عليه بربع كيلو من اللحمة المفرومة زي ما قلتلكم وعاسيب اللحمة لغاية لما تتعصق كده برضو تعالوا بقى نشوف ايه وتفك من بعضه تعالوا هنا بقى نشوف ايه الصدق زي ما انتم شايفين بعد لما خلاص اتشوح كده ولو نزل مية ولا اي حاجة نزل بس الايدان بتاعه كده وخلاص بقى ناشف يعني نزلت علي بطماطم وفلفل مقطعهم وكعبات كده على كيس من الصلصة عايز اقول لكم كياس الصلصة دي احسن من البرتمانات انا بجيب برتمانات طبعا بحكم الشغل بتبقى عندي بس الكياس دي فيها معلقة او يعني معلقة كبيرة بتبقى اسهل البرتمان ممكن تخذي منه معلقة وفي الاخر تحطيه في التلاجة يبوز فاهميني وكمان احنا دخلين على صيف فاستعملوا كياس دي بتبقى احسن يعني وحطت عليه بقى كيس من الصلصة وبعدين حطت شوية توابل بقى ايه ملح وشوية بابريكا وشوية من ايه من الفلفل القصم وعدلهم تقليبة كده وبعدين حنزل عليهم بكباية ونص من المية علشان بقى ايه يتسبكوا مع بعض ويعتغذي بقى صدوق بصوص كده فضيع تعالوا هنا بقى ايه نودي بقى الحل دي اتعال عين اللي جوة ونهدي عليها النار علشان ايه علشان تتسبك على نار هدية لو انت عايزة تغذي تسبيكة صح هدي النار عليها ما تعليش النار ما تعليش النار ستبيها بقى على نار هدية كده هتلاقيها بقى تتسبك والقيه وتنطر الادام بتاعها هغطيها بقى هنا وبقلب الماكرونة كده تقليبة وهنروح نشوف بقى ايه هعمل ايه دلوقتي في اللحمة في اللحمة اللي هي ايه العصوك زي ما انتو شايفين برضو بعد اما اللحمة فكت من بعضها كده امتحطت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل وشوية من ايه من البابريكا كل حاجة ايه يعني ربع معلقة كده الملح طبعا دوقي وزبطي الملح بتاعي وبردو نزلت بنفس الفكرة شوية من الطماطم على شوية من الفلفل طبعا حابة تحطي فلفل الوال لو عندك تمام هسيبهم برضو يتشوحوا كده مع كيس صلصة وبعد كده ايه هقلبهم كويس قوي وحنزل عليهم برضو بايه بكوباية من المي او كوباية ونص من المي تمام عايز اقول لكم الصيف طالع والاكلات بقى كلنا بنبقى عايزين اكلات سريعة مش عايزين بقى اكلات ايه دسمة والصيف مش بملهوش في الاكل اللي هو ايه فورن وفاهميني ببقى عايز اكلات خفيفة كده فدي برضو ايه اعتبروها وصفة خفيفة كده ايه ممكن تستخدمها يوم مزنوقين وراكم حاجة مستعجلين اي حاجة كده فاهميني بس ونزلت بقى عليها باكوبية من المية وبعد كده بقى عاسبها تتسبق برضو على نار هاتي تعالوا هنا بقى لخدت المكارونة طبعا صفتها وديتها شطفة انا المكارونة اللي انا بعملها بالسلسة بشطفها لكن مكارونة ببشامل او اي اي حاجة بحطها في بشامل او سوس مش بشطفها لكن دي بقى اديت لها شطفة ونزلت في الحلة كده بمعلقة من السمنة البلد دي كده عشان تديها ريحة حلوة وطعم حل واسبها بقى ايه على نار هاتي كده افضل اقلب لغاية لما ايه تسخن تسخن بالايه بالسمنة كده ليه بقى عملت الحركة دي هقول لكم بقى ليه وانا صغيرة زمان كانت موما لما تسلق مكارونة كده معرفش في حد زي ولا لا بس لو حد زي اكتب لو موما بتسلق المكارونة وهي سخنة كده او ما تحط عليها السمنة احنا بنحب نعمل المكارونة بالسمنة او ممكن سمنة وزيت السمنة البلدي بتبديها طعم ناخد معلقتين كده من المكارونة وحقول لكم عني يعملوا فيها ايه بس بالله عليكم بتحكوش علي حط عليها بقى ايه معلقة من السكر كده طبعا هما معلقتين مكارونة تحط عليهم معلقة من السكر عايز اقول لكم احلط يعني حاجة حلوة تحفة انا كنت بحبها اوي يعني تاخذي معلقتين كده او هي سخنة وتحط عليها معلقتين سكر وتقلبيها بتلاقي السكر ده ايه ساح كده وهي سخنة تلاقيها عملت شباه السوس كده بتبقى طعمها حلوة اوي النهار ده حتى فتقرتها وانا بس دق المكارونة فايه قلت اعملها ودوقها لولادي فاعجبتهم الحمد لله يعني عجبتهم مع ان هم ايه يعني انا عمي ما عملتها في البيت بس افتكرتها فقلت ايه اقول لكم فيه حد بيعملها ولا لأ هنا بقى خلاص شايفين بقى السوس تسبك بتاع الطماط بتاع اللحمة وبتاع الصدق هنبدأ بقى نغرف لهم بقى القطبوع عشان شوية وايه وحيكلوني يعني بس طبعا بقى انت حابة بقى تاكلي السوس ده لو انت عايزة تكليب العيش مش عايزة تكليب المكارونة ممكن انت حماري البطاطس جنبها وممكن بقى تسيبيها تتسبك لغاية لما السوس بتاع حينشف شوية وتبقى عادي تغمسيها بالعيش لكن احنا عملنا جنبها مكارونة كده وطبعا ايه اللي حابب بقى يحط صدق يحط اللي حابب يحط لحمة مفرومة يحط يعني ايه يا فهمة فهمني انا هحط ايه طبق كده وطبق كده وفي الاخر اصلا عيالي ما عملوش كده لهم عيالي حطوا مكس ده على ده قالولي لا هو كده نعملها زي البتزا مشكل لحوم فقلت لهم ماشي يعني بس وده الفيديو عايزة اقول لكم كان عندي مبارح اردر بس ومعرفتش اصوره معاكو ليه لاني انا كنت فعلا لسه عاملة قريب فما صورتوش معاكو ان شاء الله بقى استنوني في فيديوهات تانية واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته